اتكلم في بطل افريقيا المسلمين المتاليين برونزيد كاس العالم المسلمين المتاليين كنت قلت قبل كده انه انا متصور النادي الاهلي ده لم ييلعب اي بطولة اي مباراة في البطولة الافريقية هو نازل عمزة مانشستر سيتي كده بيضغط على اي فرقة بيكسب اي ماتش خلاص انا الاهلي بقى انا مفروض انا داخل انا كبير انا شاب الاهلي بايير ميوني خلافاته او بايير او بايير انا اصد عارف انت الفرق اللي هي الكبيرة دي اللي هي عندها ايه انا خلاص انا كده انتو عارفين وانا عارف ان انا اجمد واحد فيكم شخصيت شخصيت انا نازل بكسب اي مباراة في ملعبي او خارج ملعبي خارج ملعبي ده ده يعني زي ما انت ما تكلمنا في السمات الشخصية للعيب في سمات شخصية الاندية كبيرة زي انا ده الاهلي الفوز والمكسب هم منهج الوحيد ان انت بتلعب علشانه يعني حتى اللعيبة لما بتيجي من بره يمكن انا ما رحت من مقولين للزمالك لا لا الوضع ممكن يكون مختلف جوا النادي الاهلي فيه نظام فيه سيستم فيه روح دايما يمكن اللي هم بتكلموا على دي ما بيجيش من فراغ يعني فاهم ما ينفعش الفرقة بشخصية النادي الاهلي ان هي تطلع بمتعادلة مثلا لا بيبقى فيه روح عالية جدا داخل المرعب ولكن الفترة الاخيرة زي ما انت قلت انت بطل الدواء بطل افريقيا جاي من كاس العالم الفترة الاخيرة ممكن مطش بيروميدز بعد كده عمل مستوى هايل كان فيه ضغط عالي جامد جدا عفريق بيروميدز لان هي بتلعب انت شفت انت بتلعب من تحت او بنام الخلف من تحت فانا دي الاهلي عمل عليها ضغط كبير جدا الاصابات برضو ببعليها عامل كبير جدا ان انت تسافر بعد كده تلعب صاندونز بعد كده تسافر دي بعضو يعني ممكن يكون عامل عليها ارهاق كبير جدا عدم موجود برضو زهير ايمن بشكل ثابت بعد اصابة اكرم واصابة محمد هاني وتواجد طاهر اللي هو مش في مكانه يمكن ممكن مستوى المسلماني يعني يكون عنده مرونة افضل من كده ان هو ممكن يستعين بحد غير طاهر في المكان دوت ولكن يعني برضو ان انا العب بتلت محاور برضو برضو دي مش واضي افش نحة الشمال وبرستاو نحة الليمين يعني في بعض الامور برضو او بعض المتغيرات بتقابل مدير الفني وسيماني مدرب كويس ومدرب كبير ولكن ممكن داخل الملعب قابله سوق حظ في موضوع الاصابات موضوع الارهاق موضوع ان معلول برضو قاعد فترة كبيرة جدا وبعد كده رجع فدايما النادي الاهلي مش متكامل دايما حتى الروتيشن لما بتعامل بتعامل يعني برضو على فترات قليلة يعني